باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له كل المجد الأبد آمين سفر رؤية صح 12 وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا وهي حبلة تصرخ متمخضة ومتوجعة لتلد وظهرت آية أخرى في السماء وزى تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى رؤوسه سبعة تيجان وذنبه يجر سلس نجوم السماء فطرحها إلى الأرض والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أنتلد حتى يبتلع ولدها متى ولدت فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن يرعى جميع الأمم بعصى من حديد واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعلوها هناك ألفا ومائتين وستين يوما وحدثت حرب في السماء ميخائيل وملائكة حاربوا التنين وحارب التنين وملائكة ولم يقووا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحي لأنه قد طرح المشتك على إخواتنا الذين كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا وهم غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت من أجل هذا إفراحي أياتها السماوات والساكنون فيها وين لساكن الأرض والبحر لأن إبليس نذل إليكم وبه غضب عظيم عالما أن له زمانا قليلا هنكتفي بهذا القدر لأن نحن قلنا رؤوس مواضيع كتيرة يمكن من الحقش نخلصها الللادي ونبتدي ونقول الآن هو يرى في الرؤية هذه المرأة المتسربلة بالشمس وزي ما قلنا قبل كده أنه في سفر الرؤية بيستعمل الترميز المقارن يعني إيه الترميز المقارن يعني يتكلم عن الحمل أو الخروف الحمل الخروف المسبوح حمل الله مقابل الوحش أو الترميز يتكلم عن المدينة العظيمة مقابل المدينة الجديدة فالمدينة العظيمة هي العالم والمدينة الجديدة هي أورشاليم السمائية يتكلم عن المرأة المتسربلة بالشمس مقامل الزانية العظيمة وهكذا فهو وياخد منهج من الترميز المقابل اللي بيرمز به لملكوت الله وملكوت إبليس بالتوازي لأن المعركة هي بين مملكة الله ومملكة إبليس فالآن هذه المرأة المتسربلة بالشمس هي الكنيسة علشان التعليم يبقى متكامل نقول أنه بعض المفسرين حاولوا يقولوا أن هذه المرأة المتسربلة بالشمس هي الأمة اليهودية ويربطوا بين الرؤية هذه ورؤية يوسف حينما رأى الرؤية بتاعته والإثنى عشر كوكبا بس في الحقيقة الرؤية ما بتنطبقش على رؤية يوسف ومن ثم فهذه المرأة فكرة ربطها برؤية يوسف فيها إقحم ليس في محله فهم حبوا يقولوا أن الأمة اليهودية هي التي ولدت الإبن الزكر اللي هو المسيح يعني فهو ابن الأمة اليهودية وبرضو الكلام ده مش منطبئ على الكتاب المؤدس لأنه هو مش ابن الأمة اليهودية هو نبت أمامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة لأنه إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله فليست الأمة اليهودية هي التي ولدته وقدمته للعالم بالعكس ده الأمة اليهودية هي من رفضته ونرجع لكلامنا إحنا بقى ونقول أنه هذه المرأة هي الكنيسة وأنه الاثنى عشر كوكبا هم رسل المسيح الاثنى عشر وهو استعمل نفس هذا الرمز في سفر الرؤية الفكرة عشان ندخل في موضوعنا أنه دلوقتي هو بيقول أن هذه المرأة المتسربلة بالشمس متمخضة لتلد وأنها والدت ابنا ذكرا عتيد أن يرعى الأمم بقديم من حديث الابن الذكر اللي رعى الأمم بقديم من حديث هو المسيح يبقى الكلام دلوقتي أن الكنيسة بتتمخض علشان تولد المسيح وهنا يأتي السؤال هو المسيح اللي ولد الكنيسة ولا الكنيسة اللي ولدت المسيح المسيح اللي ولد الكنيسة الكنيسة خرجت من المسيح خرجت منه وليست الكنيسة هي اللي ولدت وهنا السر في هذا الإعلام أن المرأة المتسربلة بالشمس أن الكنيسة تعاني وتتألم وتتمخض ليس لكي تلد يسوع المسيح ابن الله المتجسد ولكن لكي تظهر للعالم استعلان المسيح منها للعالم الولادة اللي بتلدها الكنيسة الآن مش هي الولادة اللي حدثت في تجسد الرب بالعذراء ولكن هي إظهاره إظهاره إعلانه للعالم الولادة اللي حدثت من العذراء قدمتهم متجسداً في هذا الجسد للعالم لكن الولادة اللي بتلدها الكنيسة أي إظهاره بتقدمه وبتخرجه مشتعلناً للعالم بها بواسطة الباكورة بتاعة الكنيسة يبقى احنا قدام قدام مرحلتين في استعلان الرب المرحلة النهائية هي مجيءه بشخصه بجسده بذاته في ملء مجده لما يأتي ويظهر في لحظة في طرف التعين وطبعاً إن يسوع المسيح هذا الذي رأيتموه صاعداً سيأتي هكذا كما رأيتموه يعني هم كانوا عاديين بيبصوا عليه وهو بيرتفع إلى السماء فجوم الملكين قالهم أنتم مالكوا عمالين بصين كده ليه هو هيجي زي ما اطلع كده أيوة هيجي زي ما اطلع كده بس لما هيجي هيجي في الصورة اللي هو عليها دلوقتي يعني إيه الصورة اللي هو عليها يعني هو و هو بيرتفع كان بيرتفع بجسد القيامة يعني إيه جسد القيامة يعني دلوقتي جسد المسيح أخذ تلت مراحل تطور في تلت مراحل أول مرحلة أنه شابهنا في كل شيء ما خال الخطية وحده يعني هو ولد من العزراء بجسد زي جسدي بالزبط ما خال الخطية لما صلب وقام من الموت هو نفس الجسد اللي قام بس قام وقد حدث له تحور ايه التحور اللي حصل له انه أصبح جسد القيامة يعني يعني اتغير بقى جسد تاني هو نفس الجسد تغيرت خصائصه قال لهم جسوني هل الروح له عظم لحم وعظام اهو أنا ليه لحم وعظام اهو اللي أنا مت بيهم الله انت لما انت ليك لحم وعظام كيف دخلت والأبواب مغلقة دخلت ازاي ازاي اللحم والعظام دخلوا والأبواب مغلقة ازاي اللحم والعظام طفى وارتفع والجاذبية الأرضية ما شدتهوش واعته اهو الخصائص تغيرت بس هو نفس الجسد صار له خصائص القيامة لا يموت بعد لا يسود عليه الموت لا يتألم بعد يقدر يطير للسماء يرتفع الى اعلى يقدر يدخل والأبواب مغلقة واحاجات اخرى احنا لسه هنعرفها خصائص جسد القيامة خلاص فهو لما قام من الموت قام بجسده اللي خده من العذراء وقد تحور الى خصائص جسد القيامة لما ارتفع بيمين الآب وهو مرتفع قدام عنيهم كان طالع بهذا الجسد جسد القيامة وعشان كده يدخل الى السماء لما دخل الى السماء حصل تحور ثالث ايه هو ان جسد القيامة دخل الى كل مجد الآب شكله ايه بقى مجد الآب محدش يعرف قال كده يوحن الرسول قال احنا ما احناش عارفين هو شكله ايه دلوقتي لكن عارفين حاجة واحدة ان متى اظهر سنكون مثله اذا هو الان دخل الى حالة من المجد بدرجة ده جسده خلي بالك بتكلم عن الجسد اللي هو زي بتاعي اللي كان زي بتاعي وخلي بالك ان لما اتكلم عن ان جسده دخل للمجد ده عشان انا ادخل للمجد معاه ولما اتكلم عن ان جسده تحور الى القيامة عشان انا هاخد الحق ده في يوم من الايام معاه انا الانسان اخد بالك فلما بنقول ان الرب اتعمد في نهر الاردن وحل عليه الروح القدس هو كان محتاج الروح القدس ما الروح القدس فيه الروح القدس بيحل على جسده ده عشان انا يحل عليه عشان جسدي ينال هذا الحق فالان هو لما دخل الى كل مجده عشان لما ييجي فيه هذا المجد قوم المجد ده يعمل ايه ييجي علي فيعطيني هذا التحور الى حور اخر انا مش بقول التحول بقول التحور باخد التشبيه بتاع ال الشرناء والفراشة التحور من طور الى طور من حال الى حال هي نفس نفس الدودة هي اللي بقيت العذراء في الشرناء هي اللي بقيت الفراشة حصل الله التحور هو نفس الجسد اللي يتحور الى جسد القيامة اللي يتحور الى صورة المجد فسيأتي بجسد الممجد فيعطي لأجسادنا هذا المجد خلاص ده ده مجيء التاني لما هيجي بجسد الممجد مجيء التاني هذا ما فيش مجال لأي حاجة تتعمل خلاص الموضوع انتهى لا فيه بشارة ولا فيه رجوع ولا فيه توبة ولا فيه أي حاجة اللي تاب واللي ما تابش ما تابش لأنها لحظة واحدة وينتهي كل شيء طيب هو لو جه بهذا المجد دلوقتي النهاردة ولا بكرة هل يجد الإيمان على الأرض طيب إذا جه بهذا الشكل دلوقتي إذا جه بهذا الشكل دلوقتي هل يجد الكنيسة اللي هيخطفها هل يجد الكنيسة الكنيسة العروس العروس بحق وحقيقة اللي حياخدها إلى بيت الاب أشك أشك انه زجد دلوقتي حيلاقي حيلاقي الإيمان على الأرض وأشك انه هو حيلاقي الكنيسة اللي هو دعيها هتقول لي الله ما احنا ما احنا كنيسة هو يا سيد وفيه غذنا ناس طيبين كتير انت ليه مش حيلاق الكنيسة ما الكنيسة اللي هو جاي اخطفها دول معروفين ليه من قبل تأسيس العالم طب وماله ما هو اللي معروفين ليه من قبل تأسيس العالم دول مش كلهم اتحضروا وتفكوا من قيود إبليس وقبلوا الدعوة وجم ودخلوا مش كلهم العروس لسه ما تكملتش طب وبعدين وبعدين يبقى لازم يحصل حاجة تكمل العروس وعشان تكمل العروس لازم يحصل مواجهة مع إبليس اللي حاجز النفوس وأسرها وزللها وبسيطر عليها وبحدش عارف يخرجها من إيده ايه الحاجة دي بقى لازم يحصل استعلان لمجده لشخصه في الكنيسة أو الاستعلان ده هو ولادة الابن الزكر العتيد أن يرعى الأمم بقديم من حديد يبقى الكنيسة بتجاهد وبتصارع وبتتمخض عشان تولد حالة الاستعلان دي يعني ايه تولد حالة الاستعلان يعني يبقى المسيح له المجد حاضر في حاضر خلي بالك من الكلام في فرق بين ان نقول انا مؤمن بالمسيح في فرق بين ان نقول انا مغسول بدم المسيح في فرق بين ان نقول انا خدت غفران لخطيايا بدم المسيح وبين ان نقول ايه حاضر حاضر المسيح حاضر فيه شكلها ايه بقى المسيح حاضر فيه شكلها احيا لا انا ولكن المسيح حي فيه وحاضر فيه ان المسيح يبقى حاضر فيه مش اوهام مش تخيلات مش اغاني مش حبيبي يسوع انا بحبه يسوع في قلبي لا حاضر فيه يعني حاضر فيه كيف يتحقق هذا الحضور اهو ده بقى اللي هيجاوب عليه المعنى اللي الانجيل علمه والكنيسة استلامته من المسيح اللي هو ايه ان الكريسة عروس المسيح يعني ايه يعني ايه ما هو العرس العرس معناه ان شخصين راجل وامرأة شخصين من جنسين ده جنس راجل ودي جنسها امرأة اللي اتنين دول من غير ما يفقده كل واحد الشخصية بتاعته حيبقوا هم الاتنين واحد الحاجة الوحيدة اللي تخلي شخصين واحد ايه الحب الحب اللي هو حب الله حب العطاء حب الانسكاب طب هو ده جيبه من ايه من الروح القدس فالروح القدس بيسكب هذا الحب اللي يجعل اتنين مختلفين من جنسين مختلفين واحد بالمحبة انت فيي وانا فيهم مش ده العرس الانساني نروح بقى للمسيح والكنيسة هو وانا نحن شخصين وهو شخص اقنوم وانا شخص بغد نظر عن ان هو كبير وانا صغير بس احنا قدام شخصين هو من جنس وانا من جنس هو من جنس الهي وانا من جنس انساني شفت بقى شفت المقارنة بين الجواز وال والعرس المسيح والكنيسة ان كل يعطي جنسه للاخر ما هو ده الجواز ان الرجل بيعطي جنسه الرجل بيعطي الرجل للمرأة والمرأة بتعطي المرأة للرجل فبقى فيه جوازة الاتحاد الاتحاد بعرس المسيح والكنيسة انه ابن الله اخذ جنس انسانيتي لكي يعطيني جنس الوهيته اهو كل اعطى ما عنده للاخر اهو 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 العرس السماوي اهو ايه اللي يعمل ده الحب خلاص المخاضر اللي الكنيسة بتتمخده معناه ايه انه يوصل لنقطة الحب دي اللي هي ايه بقى اللي هي ان انا اصبح جسديا ونفسيا وقلبيا وزهنيا متحد دي بالحب يعني ايه يعني انا لما يبقى جسدي محمل بتأثيرات روح الشهوة اه نعم بحارب ماشي مجراش حال كويس ربنا يشدد الجميعنا للحرب بس لسه محمل بتأثيرات روح الشهوة يبقى ازاي جسدي يتحد بقداسته ازاي حضوره يملأ جسدي بالحب بالعريس السماوي لسه المخاطشة غالة لما يبقى قلبي بيتنازع مشاعر من الجرح والغضب والكبرياء وده قال لي وده ما خدش رأيي وده وجعني وده دس على خطري طب والمسيح يرتاح ازاي بالحب يبقى لسه المخاطشة غالة امت يستعلن المسيح فيه لما الحب يرتاح فيه روحاً روحاً ونفساً وجسداً ما تنساش جسداً دي لان انا اصل جسد وهو كمان بقى عنده جسد ما تنساش جسداً دي ما تهملهاش كلانا له المجد وانا الانسان بقى عندنا جسد انا عندي من اصله وهو اخد جسد والاتحاد مش مجرد روحي لا انا مش روح فقط انا مش هقوم بروحي انا هقوم بروحي وجسدي فاذاً المخاض الكبير والصراع الطويل اللي الكنيسة بتتمخده عشان يوصل للنقطة دي ان يتمكن الحب حبه من كياني بنسبة كم في المية يقضي مفيش فصال مفيش فصال يا مية في المية يا مية في المية الله واحدة يقول لي قالوا طب ما انا مش عارف اجيب المية في المية دي طب و طب انا جاب تسعين في المية وماده ما تبقاش انت البكورة لكن تبقى انت اللي حتتكمل بواسطة البكورة يعني عشان تبقى من البكورة لازم تبقى مية في المية يعني ايه تبقى في المية؟ يعني جسدك يبقى مقدس مية بالمية يعني روحك ما يبقاش فيها شعرة بغضة ناحية حد مية في المية سامعيني بقول ايه؟ يعني قلبك ما يبقاش فيه زرة كبرياء مية في المية اعني ما اقول يعني تبقى مكرس له مية في المية لو في حاجة زي كده طبعا ولو كان ما فيش حاجة زي كده ما كانش الانجيل يقول كونوا كاملين كما أن أباكم كامل ما يدينيش وصية تعجيزية غير قابل التحقيق إذن يمكن ان المخاض يوصل للنقطة دي اه يوم ما يوصل للنقطة دي يبقى ده يوم الولادة أي يوم الاستعلان اذا لو استعلن المسيح في اناء او عشرة او مية او خمسة او ميتين اللي احنا بنتكلم على البكورة استعلم المسيح في هذا الاناء او في هذه الاواني الاستعلان حصل اهو هنحصل ايه من ورا كده نمرت واحد النعمة التي تنقل الى اللي شغل بتسعين في المية وسبعين في المية وثمانين في المية وبيجاهد او حيستلم معونا النعمة التي يؤتى بها اليكم دي واحد يعني المجد بتاع المسيح هيستعلن بالباكورة فييجي على اللي بيصرعوا يستلموا قوة مجد وييجي على الشرير يعمل له ايه بقى يسلموا مجد برضو بس المجد يروح للشرير يعمل ايه يبيده بنفخة فامه وظهور ملكوته اهو ده ظهور ملكوته يبقى احنا عندنا مجيء وعندنا ظهور ملكوته يبقى مجيء يبقى بشخصه وظهور ملكوته بالكنيسة بالباكورة من حقه اي حد يقول انا مش كلام مش عاجبتي مش مقتنع انا مش عاجبني حكاية ظهور ملكوته دي مش موافق عليها ماشي طيب ردك ايه على ان ان انا مش مقتنع انا عايز برهان عليه البرهان ايه البرهان المية كد بالغطاس يحيبقى فيه ظهور ملكوته يبقى فيه استعلان لمجده اعماله بحقه وحقيقي يبقى الكلام ده كلام في الهوى تاني ايه اللي يثبت ايه اللي يثبت ان ظهور ملكوته حاجة قبل مجيءه التاني التعليم اللي انا بقوله ده ايه اللي يبرهن عليه ايه اللي يبرهن عليه يا حيحصل ايه ما حيحصل لو حصل يعني ايه يحصل يعني يستعلن ابن الله يعني يستعلن ابن الله يعني يستعلن محبته ومجده واماله وبعدين لما بنقول يبيد الأثيم بنفخة فامه ما هو الأثيم اللي هيبيده هو اللي بيحارب في أفكارك أيوة هو اللي بيحارب في علاقاتك أيوة مش بس كده هو اللي بيحارب بالسواريخ والدبابات وعامل الدمار الهائل والاستعباد والشر الكبير اللي بنسمع عنه أيوة هو اللي عامل الفساد وإباحة الخطيئة والشزوز أيوة هو ده بعينه إبليس هو إبليس يبقى استعلان مجد ابن الله ليس فقط معونة شخصية في الحرب الروحية في حياة القداسة للأفراد ولكنه غلب على الشرير الوحش اللي ماسك العالم من شرقه وغربه بالقتل والخراب والمجاعة والدمار والشر والفساد والإنحلال اللي بقى منتشر ومتسيد بصورة عالمية انكسار الوحش بتاع الحرب هو انكسار الوحش بتاع قوانين الشزوز اللي المحكمة الدستورية العليا في أمريكا بتقننها هو نفس الوحش هو انكسار الوحش بتاع الأزمة الاقتصادية بتاع الفقر بتاع الخراب بتاع الموت أيوة بتاع الخطيئة أيوة انكسار الوحش يعني إيه يعني متى كان القوي قاعد في بيته متسلح تكون أملاكه في أمان ولكن حينما يأتي من هو أقوى منه استعلان ابن الله هو يعمل إيه ينزع سلاحه الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه هيحصل بقى بشارة النهاية وبشارة النهاية دي هتخلص كل الناس لا هتخلص المأسورين أصل المأسور ده متاخد غصب عنه مش متاخد بكيفه طب وانا عرف ازاي لو كان هو مأسور غصب عنه ولا مأسور بكيفه أنا أنا قلتها المجد أنا علي أحمل مجده إلى العالم لو مجده راح لألف خلاها تفك ده يبقى كان مأسور لو رحل به خلاها تحرق يبقى ما كانش مأسور يبقى هيبقى فيه مجد وفكاك وتحرير نعم بس هيبقى فيه ايه بقى قضاء ودينونة مرعبة أن إبليس نازل إليكم وبه غضب عظيم يعني هذه النجاة مش مطلقة لكل من هبى ودبى لا لا دي نجاة للمأسور للمظلوم للمغلوب للضعيف لللي مش قادر معونا خلاص عدل الله ورحمته ومحبته ولكنها بالنفس الوقت هذا العدل سيتسبب في قضاء ودينونة للأشرار ومن هنا حيبقى اللونين لتنين شغالين تعالوا إلي اذهبوا اذهبوا عني تعالوا إلي يا مباركي أبي اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته يعني زي ما مجد المسيح هيجي يعمل كده في النهاية استعلان مجده هيعمل كده بطريقة عربونية في التمهيد هيعطي للبعض نعمة الانضمام إليه والاتحاد بحياته والامتلاء من حضوره والنجاة والخلاص من قبضة الشرير وحيعطي للبعض اذهبوا عني يتسلموا لللي حبوا افرحوا افرحوا أن خلاص عظيم سيحدث وقبل ما اختم أنا بس عايز أقول حاجة أختم بيها أنا قلت عشان ييجي المسيح ويولد في قلبي لازم الحب الحب ده اللي هيبرهنه ويأكده هو حبي للآخر مين الآخر ما كل واحد عنده الآخر بتاعه كل واحد عنده الآخر بتاعه اللي المسيح ادهوله وقال له حبه واحتمله وشفيه واغفرله واحضره وعينه وابزل لأجله كل واحد عارف الآخر بتاعه فين اللي حيقول أن أنا حبيت المسيح أن أنا كملت المحبة للآخر اللي حيقول أن أنا قدست جسدي للمسيح أن جسدي بقى مقدس مع الآخر اللي حيقول أن قلبي بقى بتاع المسيح أن قلبي بقى محب للآخر اللي حيقول أن فكري بقى بتاع المسيح أن فكري ما عادش فيه دنس العالم وأفكار الغيز والكبرياء ضد الآخر السكة من هنا الحب الحب هو الطريق لأن من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه واللي بيخرج من المحبة بيخرج من الله وإن كنت لست تحب أخاك الذي تراه فكيف ستحب الله الذي لست تراه له كل المجد في الكنيسة لجيال الضهر آمين